موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيكم يا أبطال الصف الأول للأعدادي عاملين إيه؟ وحشتوني جدا جدا منوارين معانا في نوس كولا كان طبعا أنتوا فاكريني وعارفين أنا اسمي إيه؟ أنا اسمي مش ردوة لشان يعني اللي لسه حابب يتعرف من أول وجديد ولسه داخل على الحصة دي طيب وإيه كمان إن إحنا بناخد مع بعض لغة عربية؟ طيب النهاردة بقى هناخد إيه؟ فرع من فروع اللغة العربية اللي هو إيه؟ القصة هنكمل مع بعض قصة عقبة ابن نافع طيب تعالوا كده معايا نشوف أول حاجة بنعملها اللي هي إيه؟ بنروح نجيب شوية أدوات كده وبنحطها جنبنا عشان خاطر لو احتاجنا منهم أي حاجة اللي هي إيه؟ الكتاب المدرسي وعندنا دفتر اللغة العربية تابلت أو موبايل إضافي والإقلام اللي ممكن نستخدمها بعد كده خلاص خلصنا الأدوات تعالوا نشوف بقى إيه أهداف الفصل اللي احنا هناخده النهار ده قبل ما نعرف الأهداف أول حاجة عندنا إيه هو عنوان الفصل أصلا العنوان هنا بيتكلم على الزحف على طنجة تاني العنوان بتاع الفصل بتاعنا بيقول إيه؟ الزحف على طنجة هنعرف يعني إيه الزحف على طنجة وإيه اللي حصل التفاصيل دي كلها هنعرفها جوه الفصل طب يلا بينا نشوف أهداف الفصل ده أول حاجة أن يستنتج الطالب شجاعة عقبة بن نافع في حصار مدينة تيهرت تاني في مدينة عندنا اسمها تيهرت عقبة هي حصرها عايزين نعرف بقى هو عمل إيه لما جاه يحاصر المدينة دي بعد كده عندنا تاني هدف أن يذكر حسن معاملة ملك طنجة لعقبة بن نافع بعد كده عندنا يقارن الطالب بين أهل تيهرت وأهل طنجة عند صدق بال الجيش الإسلامي طيب تعالوا نشوف أهم معاني المفردات اللي ممكن تواجهنا في الفصل ده أول كلمة عندنا هي أقصى اتقادها بعد كده يعتصموا يعتصموا بعد كده يضمر يضمر بعد كده لا يناصبهم لا يناصبهم بعد كده القوت القوت دي أهم المعاني اللي ممكن تواجهنا جوه الفصل وهنعرف إيه هي المعاني دي يلا بينا قبل ما نبدأ هنبدأ بسؤال كده الفصل اللي فات خلص على إن كان عقبة بن نافع دخل معركة وبعد ما دخل المعركة دي بدأ يستريح هو والجيش عشان يكمله السير إلى إيه تعالوا بقى فكروا كده معي يا ترى السير إلى إيه اتجه عقبة إلى إيه بعد ما خل الجيش يستريح إلى بضعة أيام اتجه إلى أحسنتم طنجة فعلا عقبة بن نافع اتجه بالجيش الإسلامي إلى طنجة طب تعالوا أنا أعرف إيه اللي هيحصل وهو رايح أصلاً لطنجة أول فكرة عندنا بعنوان اعتصام أهل تيهرت بمدينتهم تاني اعتصام أهل تيهرت بمدينتهم وهو ماشي عقبة بن نافع بعد ما استراح الجيش ليوم أو يوم ونصق مثلاً أو يومين بعد كده إلا حصل اتفق أنه يلا بنا هنكمل هو والجيش الإسلامي هيكملوا فين يروحوا مدينة أو بلد اسمها طنجة طيب إيه اللي بيحصل بقى وهو ماشي هو ماشي بيقابل مدينة اسمها تيهرت اسمها إيه؟ اسمها تيهرت المدينة دي بتكون على الطريق اللي هو رايح فيه لطنجة أصلاً طيب إيه اللي بيحصل بقى؟ المدينة دي أصلاً بتكون وقاعة تحت حكم الروم من زمان جداً وهي تحت الحكم الرومي أو تحت حكم الروم المدينة دي بقى إيه اللي بيميزها؟ إن هي لها أصوار عالية أول ما المدينة دي عرفت إن الجيش الإسلامي يمتجه إليها عملت إيه؟ قفلت الأبواب بتاعتها وفضلت وقفة وراء الصور كل الجنود بتاعتهم وقفوا وراء الصور خايفين يواجهوا الجيش الإسلامي طيب يا ترى إيه اللي هيحصل؟ قرروا إن هم هيقفوا وراء الأصوار بتاعتهم أو وراء الأبواب بتاعتهم ومش هيواجهوا الجيش الإسلامي لأنهم خايفين منه أصلا لما عقب بن نافع وصل لحد أسوار المدينة سمع صوت أن البلد دي سمع أن الناس اللي وراء الأسوار أو الأبواب خايفة منه سمعهم وهم بيهتفوا الجيش الإسلامي وصل وأنهم باين عليهم جدا الخوف والرعب طيب قرر يعمل إيه؟ قرر أنه هو هيحاصر المدينة دي عقب بن نافع بالجيش الإسلامي هيبدأ يحاصر المدينة دي لبضعة أيام لحد ما تعلن استسلامها طيب تعالوا كده بقى إحنا كل ده كنا بنقول في تسليم مدينة تيهر تعالوا بقى نشوف إيه اللي حصل يطرى بيستسلموا وما بيستسلموش تعالوا نشوف اللي بيحصل بعد كده أنهم فعلا بيسلموا بعد ما بيقفوا وراء الأبواب وخلاص الجيش الإسلامي بيبدأ يحاصرهم اللي بيحصل أنهم بيسلموا خلاص للجيش الإسلامي بيطلع ملك مدينة تيهر يسلم البلد يسلم البلد للجيش الإسلامي والعقب بن نافع وبيدفع ضريبة الدفاع اللي احنا متفقين عنها قبل كده يعني في الآخر خالص مدينة تيهر تعملت إيه؟ استسلمت للجيش الإسلامي بعد ما حصرها لبضعة أيام تعالوا نشوف أهم المعاني اللي ممكن تكون وقفة قدامنا في الفكرتين دول اللي هي أول فكرة كانت بعنوان اعتصام أهل تيهر بمدينتهم طيب طيب تعالوا كده نشوف تاني فكرة كانت بعنوان تسليم مدينة تيهر للمسلمين طيب إيه بقى أهم معاني المفردات اللي ممكن تكون وقفت قدامنا؟ أول حاجة عندنا أقصى اتقادها أقصى اتقادها يعتصموا يعتصموا لا قبل لهم لا قبل لهم أنا عارفة أن أنت زهقت ممكن نكون لسه في الأول بس عايزك تتشجع كده لأن احنا لسه في أول الفصل الكلمات اللي أنا قلتها واللي هتظهر قدامنا على شاشة هنعمل إيه؟ هنكتبها في دفتر اللغة العربية عندنا علشان نبقى نبحث عن معانيها لوحدنا بعد الفصل بعد ما نخلص الحصة بتاعي طيب يلا بينا أنا عارفة أن أنت زهقت عشان كده أنا عام للك تدريب صغير كده تتسئل فيه على اللي فيه تدريب صغير كده عن كل اللي أنا شرحته دلوقتي يلا بينا نطلع الموبايل ونعمل السكان للكيو أركود اللي هيزهر قدامنا على الشاشة أو ننزل اللينك تحت الفيديو نحل التدريب ده ونرجع تاني أنا مستملك تجعته تاني ونورتوني أنا لست مخلصتش تعالوا بقى نشوف إيه اللي حصل بعد كده تالت حاجة معانا بعنوان مواصلة عقبة للجهاد في سبيل الله بعد ما عقبة والجيش الإسلامي تم تسليم المدينة تيهرت ليهم خلاص مدينة تيهرت بقى بتحت راية الإسلام إيه اللي بيحصل إن عقبة بن نافع بيبدأ يكمل خلاص إحنا هنسيب بقى مدينة تيهرت ونكمل بعد كده طيب طول ما هو كماشي عقبة بن نافع كان بيدعي بدعاء اللي هو إيه اللهم أنك تعلم أني أجاهد في سبيلك فأعني على مواصلة الجهاد كان بيدعي إن دايما ربنا يلهمه إنه يكمل الجهاد ويكمل مع الجيش الإسلامي لفتوحان ده دعاء حلو جدا طيب بعد كده إيه اللي حصل طول ما كان عقبة بن نافع والمسلمي والجيش الإسلامي ماشي كان بيعدي على بلاد البلاد دي أو القرى دي كان فيها إيه؟ أو القبائل كانت القبائل دي كلها من ضمن تحت راية الدين الإسلامي يعني ما كانش محتاج إن هو يفتتح البلاد دي إيه اللي عملها؟ إن هو كل اللي عمل إن كان بيعدي عليهم أهل القرية أو المدينة دي كانوا بيطلعوا ويستقبلوا الجيش الإسلامي وكانوا بيهتفوا بالتهليل والتكبير كلما يشوفوا الجيش الإسلامي مش بس كده إلا إن هم كمان كانوا بيمدوا الجيش الإسلامي بالمياه والطعام والأسلحة يعني كانوا عاملين زي مدد للجيش الإسلامي مش بس كده كمان لا البلاد دي أو المدن دي اللي كان بيعدي عليها الجيش الإسلامي هو رايح رحلته إليه؟ فكروني كده كان الرحلة أصلا رايحة فين؟ أحسنتم كانت رايحة لطنجة بعد أما حصل أن هم خلاص هيوصلوا لطنجة كانوا بيعدوا على البلاد البلاد دي كانت بتساعدهم بحاجات كتير من ضمنها أن دخل منها جنود كتير للجيش الإسلامي يعني مش بس تساعدهم في الميا والأكل والشرب والأسلحة لا ده كمان في ناس منهم دخلت للجهات بسبيل الله ضمن الجيش الإسلامي طب يلا بينا نشوف بقى إيه اللي حصل بعد كده عندنا ترحيب ملك طنجة بعقبة إيه اللي حصل فعلا أن هو عقبة وصل لطنجة واستقبله الملك بتاعه طلع برا الأسوار بتاعة المدينة ملك مدينة طنجة طلع برا الأسوار دي واستقبل عقبة بن نافع والجيش الإسلامي طيب يا ترى هو استقبل الجيش بإيه؟ استقبله بالترحاب ولا استقبله بأنه هو حاربهم؟ لأ كان بيرحب بيهم جدا خصوصا أن الملك ده كان مش بيعادي الدين الإسلامي بالعكس ده كان فرحان جدا بيهم وهنعرف هو عمل معهم إيه بس أهم حاجة عندي أن أنت تفتكر اسم ملك مدينة طنجة كان اسمه إيه؟ كان اسمه يوليان الغماري تاني اسمه إيه؟ اسمه يوليان الغماري يبقى ملك طنجة اسمه إيه؟ قول معايا كده يوليان الغماري خليك فاكر اسمه لأنه هو هيقول لنا على معلومات مهمة جدا طيب قرفنا أنه هو طلع واستقبل الجيش الإسلامي إيه بقى اللي عمله مع الجيش الإسلامي؟ إنه هو استقبل عقبة بن نافع الملك ده يوليان استقبل عقبة بن نافع وكمان معايا بعض الضباط واخدهم معايا القصر بتاعه عشان يستريحوا من رحلة السفر طيب وإيه كمان؟ إنه هو قدم لهم هدايا قيمة جدا بدأ يقدم لهم هدايا وكنز مثلا أو دهب على حسب هو شايف إيه؟ طيب إيه طرع إيه رد فعل عقبة من ناحية ترحيب ملك طنجة؟ هيحربوا برضو ولا هيعمل معا إيه؟ في الوقت ده عقبة بن نافع بيفتكر قول الله تعالى اللي هو إيه؟ وإن جنحه للسلم فاجنح لها وتوقل على الله بيبدأ يفتكر إن ربنا أمر إن لو الناس بدأت تتعامل معاك بالسلم والسلام من غير حرب خلاص فأنت كمان يتعامل معاهم بالمنطق ده وسلم الأمر ليهم وفعلا عمل كده طيب إيه بقى الحاجات اللي قدمها تاني لليان ده لعقبة بن نافع؟ تعالوا نشوف عقبة بن نافع كان كل تفكيره إن هو عايز يقوم بفتح الأندلس تاني عايز يقوم بفتح إيه؟ بفتح الأندلس يكمل الفتوحات العربية لحد ما يوصل لمدينة الأندلس طيب لما عرف كده يوليان قعد مع عقبة كده قعدة زي ما بنقول قعدة عرب كده قعدت معاه وقال له بصت بعني هقدم لك نصيحة نصيحة ملك تانجة لعقبة يطرى النصيحة دي إيه؟ قال له أنت ما تقدرش أبدا أبدا تحارب القوت اللي هم إيه القوت؟ دول هم سكان أوروبا أنت ما تقدرش أبدا تروح الأندلس وتحاربهم طيب يطرى ليه؟ لأن هم أعدادهم كبيرة جدا وكمان أسلحتهم كبيرة جدا تتفوق على الجيش الإسلامي بمراحل فلو أنت مثلا عندك ألف جندي هم عندهم مئة ألف جندي تخيل الفرق الشاسع فمهما كانت شجعتك لازم تفكر كويس جدا قبل ما تحارب القوت طيب يطرى بقى بيقوله إيه؟ يعني أنا هفضل قاعد كده عقبة بقى يعني هيقوله طيب أنا هفضل قاعد كده ولا هفتتح الأندلس ولا هروح في حتة قاله لأ أنا بنصحك أن أنت تروح السوس الأدنى والسوس الأقصى يعني هي مدينة قريبة جدا من طنجة اسمها إيه؟ اسمها السوس الأدنى والسوس الأقصى طيب تعالوا كده نشوف هيكرر يعمل إيه عقبة بننافع عقبة بننافع بيكرر أنه هو فعلا هيعمل كده وأنه هو هيبدأ ياخد نصيحة ملك طنجة طيب ملك طنجة ده كده فكروني كان اسمه إيه؟ كان اسمه يوليان الغماري أحسنتم طيب يا ترى ليه أصلا نصحه؟ يا ترى ليه؟ ملك طنجة نصحه بأنه هو يذهب إلى السوس بلاد السوس هقولك ليه؟ قاله أن البلاد دي مليانة بالروم والبربر فأنت لو عايز تحاربهم أنت عارف نظامهم وعارف بيئتهم وعارف تفكيرهم وعندك خبرة في الموضوع ده فمش هتتعب كتير معاه دي كانت وجهة نظر ملك طنجة وبصراحة معاه حق طيب يا ترى عقبة بننافع هيوافع على القرار ده ويذهب فعلا للسوس الأدنى أو السوس الأقصى؟ ده اللي هنعرفه مع بعض بعد كده طيب قبل ما ننتقل نقطة هنية تعالوا معايا نشوف أهم معاني المفردات اللي ممكن تكون وقفة قدام زي إيه؟ زي لا يناصبهم لا يناصبهم جنحو للسلم جنحو للسلم القوت القوت هنعمل إيه بقى الكلمات دي؟ هتوقف كده الفيديو وتكتبها عندك في الدفتر اللي احنا فتحينه أصلا وتبحث عنها لما نخلص الفصل حكمة النهارده بقى أنا عارفة انت تزهيقت خلاص بس احنا خلاص قربنا نفنش خلاص الدرس حكمة النهارده بقى الحكمة النهارده بتتكلم عن فضل قيام الليل قيام الليل ده ان انت مثلا بتصلي سلاة العشاء وتنام وتسحى قبل الفجر وتصلي ركعتين تصلي بقى تستغفر تدعي اي حاجة بتبقى مفضلة جدا في الوقت ده طب يا ترى ليه؟ لان ربنا بينزل من السماء وبيبدأ يسمع الناس لو في حد بيدعيله بيبدأ يستقبل دعائه ويستجيب ليه لو في حد بيستغفر بيقبل استغفاره وهكذا اي حاجة انت عايزها لو انت عايز تنجح في الامتحانات لو انت عايز تبقى متفوق جدا اي حاجة انت عايزها الحل في القيام الليل طيب كده احنا نكون خلصنا مع بعض درس النهاردة بس قبل ما نروح اعزاك تعمل حاجة بسيطة جدا ان انت هتحل التدريب اللي هيزهر قدامنا في سورة QR Code هتروح تحل التدريبات وترجع تاني انا بستنيك رجعت تاني ونورتني طب يلا بقى نشط ذهنيني كده ونفتكر ايه اهم العنوين اللي وجهتنا النهاردة في الدرس يلا بينا اول حاجة عندنا كانت اعتصام اهل تيهرد لمدينتهم اعتصام اهل تيهرد بمدينتهم تاني حاجة تسليم مدينة تيهرد للمسلمين بعد كده عندنا فكروني بعد ما سلموا مدينة تيهرد ايه اللي حصل؟ احتنتم واصلت اقبط لنافع للفتوحات في سبيل الله تاني مواصلة اقبط للجهاد في سبيل الله بعد كده ترحيب ملك طنجة لعقبط احسنتم بعد كده اخر حاجة كاملة نصيحة ملك طنجة لعقبط ابن نفع وبكده نكون خلصنا مع بعض الفصل اللي هو بعنوان الزحف على طنجة طيب المفاجأة معنا بقى النهاردة هي ايه؟ هي ان احنا خلصنا خلص فصل الفصل اللي بعنوان الزحف على طنجة دلوقتي بقى تقدر توقف الفيديو وتروح تعمل اي حاجة لو عايز تذاكر مادة تانية عايز تتفرج على مادة تانية حصاص معانا عايز تعمل اللي انت عايزه ممكن كمان تكمل الفيديو بكرة لان احنا هناخد الفصل اللي بعده اللي هو بعنوان فتحه السوس طيب طيب انا زهقان ومش عايز دلوقتي اكمل عندي حل بسيط لي جدا ان انت ممكن تقوم توقف الفيديو وتكمله بكرة تكمله بعده المهم ان انت تكمله بعد كده تبقى عارف ان فيه بقية للفيديو ده طيب روح بقى شوفها تعمل ايه لو عايز تشرب كباية نسقفية مثلا او تشرب كباية مية وتكمل وانا نستنيك ولان شرب المية بيساعد على التركيز دوس بوز وروح اشرب مية وتعالا بسرعة ما تتأخرش يلا بينا بقى يا حلوين نكمل مع بعض الفصل التاني اللي هناخده مع بعض النهاردة في نفس الفيديو طيب يلا بينا بقى الفصل التاني بيتكلم عن ايه بيتكلم عن فتح السوس احنا كنا نكلمنا المرة اللي فاتت انه عقبة بننافع اتكلم مع ملك تانجر اللي هو كان اسمه ايه فكروني كده احسنتم اسمه يوليان الغماري اتكلم معاه ويوليان ده نصحه بنصيحة ده اللي هنعرفه بقى ايه هي النصيحة دي احنا عرفناها الفصل اللي فات تعالوا بقى نشوف رد فعل عقبة على النصيحة دي هيكون ايه قبل ما نبدأ نفس الادوات جنبنا احنا عارفينها طبعا اللي هي ايه الكتاب المدرسي اللي هو القصة بتاعتنا وعندنا كمان تابلت او موبايل اضافي دفتر اللغة العربية عشان لو كتبنا اي معاني مفردات واخر حاجة معانا هي الاقلام عشان لو يحتاج مني نكتب حاجة طب يلا بينا نشوف اهداف الدرس ده الدرس ده لازم اكون خارج منه بشوية معلومات اللي هي ايه اول حاجة ان يستنتج الطالب شجاعة عقبة بننافع في فتح السوس طارن الطالب بين السوسة الادنة والسوسة الاقصى الاخر هدف معانا اللي هو يذكر نتيجة معارك عقبة بننافع يذكر نتيجة المعارك التي ادارها عقبة بننافع يلا بينا بقى نشوف اهم المعاني اللي احنا بنشوفها بداية كل فصل اول معنى عندنا هنيها هنيها بعد كده الادنى يعني ايه الادنى اصلا نعملين نقول السوس الادنى والسوس اقصى يعني ايه اصلا بعد كده عندنا المظفر المظفر بعد كده عندنا اصفرة المعارك اصفرة المعارك اخر كلمة عندنا الاقصى الاقصى طيب اول حاجة هنبدأ بيها هي تدريب سريع اشان نفتكر ايه اللي حصل الفصل اللي فات ونرجع تاني هيظهر قدامنا دلوقتي كيو ار كود هنعمل له سكان او هننزل على لينك تحت الفيديو هنحل التدريب ونرجع تاني انا مستنياكم رجعت تاني ونورتوني اول حاجة هناخدها النهاردة مع بعض اول حاجة بعنوان عقبة يعمل بنصيحة لوليان لوليان قدم نصيحة لعقبة بننافع عقبة رد فعلا ان هو وافق على النصيحة دي وفعلا طبقها طيب كانت هي ايه اصلا النصيحة النصيحة دي كانت من عقبة بننافع ما يذهبش الى بلاد الاندلس ما يفتتحش بلاد الاندلس لان الاندلس محتاجة جيش كبير جدا ولكن يذهب الى السوس طيب يا طرى بقى القريبة منه وبعد ما يخلص يروح للبايد وفعلا بيبدأ يتجه عقبة بننافع الى مدينة تسمى وليلة طيب المدينة دي هي اصلا اللي بينقسم فيها السوس الى السوس الى السوس الى السوس الاقصى طيب ايه اصلا المدينة دي المدينة دي موجودة في غرب فاس الشمالي في غرب فاس الشمالي وكمان بيطلق عليها دلوقتي لقب قصر فرعون تاني بيطلق عليها اليوم قصر فرعون يعني المدينة دي لسه موجودة بس بيطلق عليها قصر فرعون طيب اول حاجة بقى هيعمل ايه عقبة بننافع عقبة بننافع اول حاجة بيعملها ان هو بيبعد ناس تدعوهم الى الاسلام زي حمامة سلام كده اللي هو ايه انت بتبعت مرسال لو هم قبلوا به تمام ما قبلوش بنبدأ ان يدخل الحرب ايه اللي حصل بقى والرد عليه كان لأ الرفض كان قاطع اللي هو لأ حمامة السلام دي مش فرق معنا فعلا مدينة السوس الادنى بترفض حمامة السلام او بترفض الدخول للإسلام طيب ليه اصلا هم رفضوا لان هم عددهم كتير جدا فكان مش فارق معاهم احنا عددنا كتير احنا كده كده مش فارق معنا مش فارق معهم اي حاجة طيب وهو اصلا من امتى كان الجيش الاسلامي بيفرق معاه العدد ده دخل في معارك قبل كده كان عدد الناس اللي قصده او عدد العدو قصده كان كبير جدا اكبر من مدينة السوس الادنى فعلا بالنسبة لهم برضو الجيش الاسلامي مش فارق معاه طيب ايه اللي بيحصل ان بعد اما المرسال اللي راح ده رسول رسول المسلمين رجع تاني لعجبة بننافع وقالوا ان هما رفضوا رفض قطع ومش راضيين على الاسلام وقالوا ان يكون في سلام ما بين المسلمين وما بين البربر والروم اللي سكنين في المدينة دي بيعمل ايه عجبة بننافع عجبة بننافع بيبدأ يحث الجيش ويقول له يلا احنا هنحارب يقول ايه يلا يا جماعة احنا هنبدأ الحرب دي وفعلا بيبدأوا يدخلوا مدينة السوس الادنى ويحربوا البربر والرومي الموجودين فيهم طيب ايه اللي بيحصل اللي بيحصل ان هما بيهربوا من الجيش الاسلامي بس برضو على مين الجيش الاسلامي بيلحقهم وبيقضي عليهم لحد ما في الاخر الملك بتاع المكان دوت بيبدأ يسلم للجيش الاسلامي زي كل البلاد اللي حصلت قبل كده ده كله كان بعنوان هزيمة جيش السوس الادنى طيب تعالوا نشوف كده اهم معيني المفردات اللي ممكن تكون وقفت قدامنا في الفكرتين دول اول حاجة الادنى هنيها ما لبيثة الادنى هنيها ما لبيثة هنبحث عن الكلمات دي بعد ما نخلص الحزة طيب انا عارفة ان انت زهد تعالى بقى نعمل ايه دلوقتي هنحل كيو اركود بسيط كده هنحل تدريبات بسيطة كده عن الكلام اللي انا لسه ايلا دلوقتي ونرجع تاني نكمل بقية الفصل اللي بعنوان فتحه السوس مستنيا رجعتوا تاني ونورتوني طب يلا بقى نشاط كده وحيوية وفكروا معي لما عجبة بننافع خلص على السوس الادنى وخلص الموضوع منتهي يطرى بقى بينتقل الى ايه احسنتم بينتقل الى السوس الاقصى طبعا كان كل تفكير عجبة بننافع ان هو الاسلام يصل الى المدينة دي ويرفع راية الاسلام عليها طيب يطرى بقى السوس الاقصى بيكونوا عارفين اصلا ان الجيش الاسلامي جاي لهم طبعا بيكونوا سمعوا ان الجيش الاسلامي خلاص قرب عليهم فبيبدأوا يتحاموا في الاسوار بتاعتهم ما بيخرجوش من الاسوار وكمان بيبدأوا يجمعوا كل القبائل اللي حواليهم كان عددهم كبير جدا بيبدأوا يتعاملوا مع القبائل اللي حواليهم اللي هو ايه يلا كلنا هنحارب الجيش الاسلامي بيجمعها كل القبائل اللي هم حواليهم اللي هو يلا احنا هنحارب الجيش الاسلامي ومحتاجين عدد كبير جدا وفعلا أعدادهم وأسلحتهم كانت كبيرة جدا ووقفوا قدام أسوار المدينة اللي هي السوس الأقصى نستنين الجيش الإسلامي بس طبعا عقبة بن نافع فيش حاجة بتوقفه وبيبدأ يخوض معركة معاهم بتكون معركة دامية يعني إيه معركة دامية؟ يعني هي بتكون من القوة حيث أنه ليه بتكون أسوأ معركة ليه البربر والروم مع بعض يعني عقبة بن نافع بيضيقهم يعني خلاص بينهي عليهم اللي هو شافوا معركة سيئة جدا من الجيش الإسلامي طيب إيه اللي بيحصل بعد كده أنه بيبدأ الروم والبربر يهربوا من الجيش الإسلامي عايزين يحتموا في الأسوار بتاعتهم بس الجيش الإسلامي بيكون وصل قبليهم ودخل وكل الخيول بتاعت الجيش الإسلامي بتكون مالية شوارع المدينة وبكده يكون عقبة بن نافع يستولى على السوس الأدنى والسوس الأقصى استولى على الأتنين قبل ما نخلص آخر فكرة عندنا أن نتيجة المعاركة التي أدارها عقبة تخيل كده معي إحنا عدينا بمعارك كتيرة جدا عقبة بن نافع كام ينتصر فيها إيه بقى نتيجة المعارك دي؟ المعارك دي خرجنا منها بقوة المسلمين وقوة الجيش الإسلامي وإن عقبة بن نافع قائد عظيم جدا لدرجة أنه مفيش حاجة تقف قدامه ودي بتكون نتيجة المعاركة التي خاضها عقبة أنه هو كل الناس بقيت عرفة بعقبة بن نافع والجيش الإسلامي وبتخاف أن عقبة بن نافع يجي أو يقرب من المدينة بتاعته يلا بينا نشوف أهم المعاني اللي ممكن تكون وجهتنا معانا حشدو حشدو يعطصمو يعطصمو أصفرت المعارك أصفرت المعارك ودي كده هنكتبها عندنا زي ما احنا متعودين ونبحث عنها بعد ما نخلص الترسل طب تعالى كده بقى نتكلم عن حكمة اليوم حكمة النهاردة بتتكلم عن فضل شهر رجب فضل شهر رجب عظيم جدا والصيام فيه طبعا مقبول وأنه هو من الشهر من الأشهر الحرام اللي ربنا فضلها في الشهور العربية طيب شهر رجب فيه أفضل كتيرة جدا عايزك تقرأ عنها وتبحث عنها على النت علشان لما ييجي شهر رجب بعد كده تبقى مستعدله جدا من كتر الفضائل اللي بتكون فيه قلا بينا بقى نعارفة أن انتوا خلاص ذهقتوا خلاص احنا خدنا فصلين النهاردة بس أنا عارفة أن انتوا أقوياء ونسقى فيكم دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنعمل سكان للكيو أركود اللي هيزهر أو ننزل اللينك اللي موجود تحت الفيديو هنحل التدريبات على الفصل الأخير اللي هو فتح حصوص ونبقى خلصنا أنا مستنينكم رجاءته تاني طب يلا بقى نفتكر كده مع بعض ايه الحاجات اللي خدناها في الفصل ده اللي هو بعنوان فتح حصوص أول حاجة خدناها كانت عقبة يعمل بنصيحة لولياني بعد كده هزيمة جيش السوسة الأدنى بعد كده عقبة يتجه إلى السوسة الأقصى آخر حاجة نتيجة المعارك التي أدارها أكبر وبكده نكون خلصنا مع بعض الفصلين النهاردة وفضلنا فصلين قصة بس ونبقى خلصنا القصة خالص وانا اتبسطت معاكم جدا وان شاء الله أشوفكم في درس جديد على خير إلى اللقاء نتمنى من كل قلبنا الحصة تكون عجبتك وبنقول لك ما تنساش تحلل الكوز اللي في المصادر وكمان تقيم الحصة تحت في التعليقات منتظرينك في اللايف في حفظ الله